تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأصلة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر تعازي وصادق الموسال البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية ولأسري ضحايا حادث كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطورات حادث الحريق داعيا المولى عز وجل أن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا